بسم الله الرحمن الرحيم معكم هاني حسين هانيحسين.com فيديو جديد برأيي الشخصي مهم جدا جدا انا عارف انه انت كثير بتسمع عن تحقيق الاهداف وعن التخطيط وعن بداية كل سنة اكيد بتسمع كثير امور عن هاي الاشياء لكن اذا فعلا كنت مهتم واذا فعلا تريد ان تحقق هدفك وتعرف بالضبط انا او دولهم كلمة انا كيف بعملها كل سنة وكيف بحقق اهدافي بالوقت المحدد اتمنى انك تنهي كل ما تعمله وتنتبه للفيديو وتشوفه وتشوف بالضبط الطريقة الصحيحة التي تناسبني وتناسب اغلب الناس في تحقيق الاهداف هيكون فيديو سهل فيديو ممتع ان شاء الله وحتشوف معلومات جديدة بان الله تعالى نبدأ مع بعض وركز معي ممكن تعمل بوز وتروح تعمل فنجان قهوة وتقعد وتسمعه كويس اوكي لانه لازم تكون متركز معي ان شاء الله في هذا الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم الان دائما اول شيء نبدأ في في شرح كيف التخطيط وتحقيق اهدافك بشكل صحيح بدنا نمر على امرين مهمين جدا نتكلم عنهم بعدين نشوف العملية بشكل عملي كيف نقوم بها في البداية بهمني جدا انه اسألك سؤال انت تسأله لنفسك ودائما يكون في بالك طوال فترة تحقيق هذا الهداف هل انت فعلا مهتم بتحقيق الاهداف ام انت ملتزم جدا بتحقيقها نعم في فرق بين الاتنين الان اذا انت مهتم بتحقيق الاهداف هذا اشي رائع جدا بس المشكلة انه الكل ايضا مهتم بنفس الامر ما في شخص بالعالم كله بيضع هدف لاله في مدة معينة عشان يحقق هذا الهدف ويكون مش مهتم فيه اكيد مهتم كل الناس مهتمين اذا لماذا نفشل في تحقيق ما خططنا له ليش منوصل للفشل وطبعا هاي الاسباب انتو سمعتوها كثير بالتأكيد لكن نحكيها مرة تانية مش غلط يا اما الوقت المحدد غير مناسب في التخطيط الوقت تبعنا غير مناسب انت تضع وقت قصير جدا لهدفك تضع وقت طويل جدا لهدف بسيط اذا وقتك المحدد لهذا لتنفيذ او لتحقيق ذلك الهدف غير مناسب او انه الخطة او الاستراتيجي غلط غير صالح العمل ابدا ابدا الخطة اللي انت وضعتها لتصل للهدف هي اصلا خطأ لن تصل بك الى هناك غلط او انه الهدف غير منطقي ويستحيل تحقيقه ابدا انت وزنك 150 كيلو وبدك بعد شهرين تكون 70 كيلو غير منطقي ابدا يستحيل تحقيقه انسى الموضوع او عدم التركيز او عدم الاستمرار الى اخره كل هاي اسباب اكيد كلكم تعرفوها تجعلنا نفشل في تحقيق ما خططنا له من البداية ودايما كل اخر سنة بنشوف حالنا مشو حققين اشي من اللي حطنا حطر حقنا اشي محققناش الباقي وهي مشكلة كبيرة بالنسبة لي بشوف كل هذه الاسباب اللي بتجعلنا نفشل في تحقيق الخطط كلها تحت بند واحد اللي هو الالتزام عشان هيك انا سألتك انت مهتم بتحقيق الاهداف ام انت ملتزم بتحقيقها الالتزام هو السبب في عدم الفشل في تحقيق الهدف اذا يجب ان تلتزم يجب ان تلتزم ما تضع الخطة لانك مهتم فيها لا لازم تلتزم فيها بالضبط الالتزام بيخليك تتخطأ اي عقبة تقف في طريقك ابدا لانك ملتزم الالتزام بيخليك لما الخطة اللي انت وضعتها تشوف انها محتاجة شيء معين تتعلمه حتتعلمه الالتزام بيخليك حتى لو بدأت بشكل حسيت انك ماشي غلط ممكن تجرب وتلغي وتبدأ مرة اخرى وتجرب ومرة اخرى وتجرب ولا تيئاس حتى توصل لانك ملتزم انت عهد نفسك بالالتزام لو انت فقط مهتم ببساطة بتسيبه الالتزام بيخليك تصمم على القيام بالامور البسيطة اللي الناس بيحكوا عنها غير مهمة الامور البسيطة اللي احنا دائما دائما لما يجي وقت عملها بنحكي انسى اكيد مش هاي اللي حتخليني افشل مع ان هالامور البسيطة هي التي تؤدي الى النتائج مع الوقت الالتزام بيخليك تركز تركز فقط على الهدف لانه اصلا ما معك وقت الا الهدف ها ما معك وقت فالتركيز بيخليك فقط تعمل ما هو يعني موجود معك بالخطة او الاستراتيجي اللي حنتكلم عنها بعد قليل الالتزام بيخليك مستعد حتى تعمل اي شيء حتى تحقق الهدف في الفترة المحددة اذا جوابا للسؤال هل انت مهتم ام ملتزم بتحقيق الاهداف اتمنى انك تكون ملتزم الامر الثاني العادة الخاطئة في وضع الاهداف وهاي فعلا اغلب الناس اعتقد انهم بيعانوا منها عندما يقوموا بالتخطيط لوضع الاهداف مشكلة كبيرة جدا الناس لا يثقون في نفسهم الاسوأ من هيك انهم يجعلون ماضيهم يفكر المستقبلهم وهاي فعلا اكبر مشكلة موجودة والمشكلة احنا بنعملها من غير ما ننتبه يعني من غير ما نكون منتبهين انه احنا فعلا بنعمل هذا الامر من خلي الماضي تبعنا او الحاضر اللي احنا فيه الان يؤثر على هدف في المستقبل تخيل معي الان في مقولة دائما بيحكوها لو في مناس منكم بعرفوا الفوريكس تداول العملات وهي المقولة طبعا صح في مجالهم مئة بالمئة بس انا بديك تنساها انساها اليوم وبكرة والسنة القادمة انساها هاي المقولة شاهد تاريخ العملة حتى تعرف مستقبلها مقولة معروفة جدا باي واحد بتداول العملات الان هاي المقولة غلط جدا لما انت تحط تخطيط لاهدافك وضع الاهداف انسا ماضيك انسا حاضرك انت بس بتضع اهداف للمستقبل اهداف للمستقبل اوكي ما تجعل الماضي يؤثر عن المستقبل انت تضع هدف في علم الغيب يعني هدف انت ان شاء الله تنوي القيام به لماذا تجعل الماضي يؤثر فيه هنا مشكلة ومثال بسيط على هذا الامر حت تفهمه اكتر لو انت الان راتبك خمسمائة دولار تمام لما تجد تحط هدف مالي كمثال هدف مالي انا اريد تحقيق مثلا ميت الف دولار فورا عقلك سيرجع للماضي ويقول لك خمسين الف دولار كثير يا هاني خمسين الف دولار كثير انت راتبك خمسمائة دولار كيف بدك تجيب خمسمائة؟ يعني راتبك لو كله حوشته كله حفضته مش هتوصل خمسين الف كيف بدك تجيب خمسين الف؟ فعلى طول بتصير تنزل من هدفك على طول الحماس اللي كان عندك والتركيز اللي بدك تحقق فيه هذا الهدف صار ينزل لانك جعلت ماضيك يؤثر على المستقبل مشكلة كبيرة جدا واجهتنا كلنا يعني انا واجهتني ايضا انا بتذكر اول هدف حطيته ايلي كان بسيط جدا كان قليل ومع ذلك لم احققه لانه طبعا كنت الثقة اللي بنفسي راحت خلص لم احققه ابدا مع انه كان قليل جدا ليش قليل جدا لان انا جعلت الماضي يؤثر فيه تمام فهاي مشكلة عند الناس يعني تخيل معي انك انت بتخطط لهدف مستقبلي تريد تحقيقه في علم الغيب لكن انت تنوي تحقيقه ان شاء الله وفي نفس الوقت انت بتقول لنفسك لا 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 انا لن احقق ذلك اريد ان اسهل الامر علي لاني لم اقم به سابقا شوف التناقض اللي بصير في عقلك لما تضع الاهداف فدائما ضع هدف يعني تكون انت جديد عليك لانه هدف طبعا يكون جديد عليك تمام مش لانه جديد عليك تخاف منه يكون جديد عليك وفعلا مهم بالنسبة لك هدول الامرين العادة الخاطئة و الامر السابق اللي اتكلمنا عنه اللي هو الالتزام بتحقيق الاهداف من اهم الامور اللي لازم فعلا ندير بالنا منهم قبل ما نبدأ تمام الان خلونا نبدأ بشكل صح هرم الاهداف هذا الهرم مهم جدا انه دائما نبدأ فيه لانه يحتوي على ثلاث امور هي اللي بتجعل اهدافنا تتحقق رأس الهرم اللي هو اهم الامور الهدف نفسها الهدف اللي نحطه هذا اول شي بنبدأ فيه دائما ما نبدأ من تحت بنبدأ من رأس الهرم في البداية الهدف 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 هو شيء تريد تحقيقه في اي مجال مجالات حياتك يعني ما تحكي لي بس مالي بس بالبزنس ممكن هدفك يكون بالنسبة للاخرين عفوا على الكلمة بس هدف سخيف نعم بس هو بالنسبة اليك مهم فانت ما اليك دعوة بالاخرين مش انا لانه هدفي يكون تحقيق مليون دولار انت هدف يكون مليون دولار مش ضروري انسى الاخرين انت ركز على نفسك ماذا تريد من اهداف في كل مجالات حياتك في كل مجالات حياتك فهدفك مهم لإلك انت فقط انسى الباقي الان لتحقيق هذا الهدف لازم توصل الى شيء معين واضح جدا جدا هذا الشيء يكون دليل قاطع على انك حققت الهدف الذي تريده تمام الان اذا ما وصلت الى المكان اللي هو الدليل انك انت حققت الهدف اذا انت لم تحقق ذلك الهدف الهدف يجب ان يكون واضح ومتخصص جدا متخصص ما تحكي لي انا هدفي انزل وزني هذا مش هدف يعني هكذا كلام فارغ مش هدف اوكي لا تقول لي هدفي انزل او خفف من وزني هدفي ازيد من وزني هدفي حقق المال طب اوكي يعني ماشا كلنا منحب الحقق المال لازم يكون هدفك واضح واضح وضوح الشمس بالنسبة للك وبالنسبة الاستراتيجيتك وبالنسبة الاعاداتك اليومية اللي حتكلم عنها تستطيع وضع عدة اهداف في مدة واحدة طبعا عادي جدا انا بالنسبة لي اذا ما كان في شيء غريب في السنة يعني او اريد تحقيقه فاهدافي دائما صحية مالية صحية مالية اوكي لكن في بعض السنوات مثلا مثل لما وضعت خطة الزواج كانت في بداية السنة انه ادي اتزوج شيء سنة وفعلا اتزوجت في عام 2013 فعلى حسب انت زي ما حكيت لك اهدافك انت او ما تريد الوصول اليه ضع اهدافك مناسبة اليها في عدة مجالات مجال مجالين عشر وعشرين ما فيش اي مشكلة اللي هم انك تكون قادر لوضع استراتيجية تناسبهم الان مثل ما حكينا سابقا الاهداف يجب ان تكون منطقية واقعية الان منطقية واقعية ما تتخربطه مش بناءا على الماضي انسوا الماضي بناءا على الخطة يعني اذا انت تستطيع ان تكتب في ورقة وقلم تكتب خطة هاي الخطة منطقيا ممكن ان تصل الى الهدف اوكي اذا الخطة منطقية انسى الماضي انسى حتى لو انت راتبك الشهر مئة دولار انسى مش مهم هاي الخطة مستقبلا ماذا ستفعل مستقبلا اوكي المهم انك الستراتيجي تكون فعلا منطقيا ستصل بك الى الهدف تمام الاهم من ذلك ان تكون او ان يكون هذا الهدف عامل رئيسي في تحقيق هدف المدى البعيد اذا وجد طبعا اغلبنا ودائما انا بنصح انك تضع هدف بعيد اوكي انت بعد خمس سنوات تريد انك مثلا تبني منزل احلامك بعد خمس سنوات اذا لما تضع الخطة الخاصة بالخمس سنوات في السنة الاولى يجب على الاقل مثلا انك تكون اشتريت ارض قمت بشراء ارض ارض عشان تبني عليها الان لو السنة الاولى لم تحقق هذا الهدف اذا صار اصعب عليك انك تحقق الهدف تبع الخمس سنين اللي هو بناء منزل احلامك اوكي ممكن السنة الاولى تكون مجرد يكون مثلا قمت بحفظ خمسين الف دولار او قمت بحفظه عشر تلاف دولار او مهما يكون المبلغ المهم يعني يناسبك انت هذا السنة الاولى السنة الثانية اشتريت ارض السنة الثالثة بدأت البناء السنة الرابعة انتهيت من البناء السنة الخامسة فرشت وسكنت مثلا يعني خطة خطة منطقية فالهدف اللي بتضع انت يكون عامل رئيسي في هدف المدى البعيد هدف بعيد المدى انا لما اضع هدفي كمان خمس سنوات بدي يكون معي كذا كذا مليون دولار وبالتالي عشان تحقق هذا الهدف لازم السنة الاولى على الاقل اكون حققت كذا دولار عشان اصل الى هذا الهدف وضع الاهداف نبدأ فيها عمليا انسى بالرامج الكمبيوتر امسك ورقة قلم وابدأ بكتابة الكاتيجوري المجالات اللي بدك تحط فيها الاهداف كمثال هون وطبعا هذا مثال حطيت المال الصحة المقتنيات هاده هول هم الثلاث مجالات اللي انا بدي اهتم فيهم او احق فيهم اهداف المال بدي احفظ 30 الف دولار في سنة الصحة شوف كيف الوضوح هدف لازم يكون واضح جدا واضح انا حكيت هنا احفظ 30 الف دولار يعني مش اطلع 30 الف وبعدين اصرف 25 فبضل لي 5 لا احفظ 30 الف يعني تنتهي السنة وانا في البنك عندي 30 الف دولار من غير اي ديون الصحة خسارة 10 كيلوغرام دهون شوفت كيف الوضوح مش 10 كيلوغرام وخلص لانا ممكن انزل 10 كيلوغرام من العضلات يعني اوكي ويضل عندي كرش ويضل فهمها لايه فالمهم انزل 10 كيلوغرام ثات زائد اني ابني مصيلز اوكي الان هدفي انه يصبح وزني 73 كيلوغرام ماي قول انه 73 كيلوغرام اوكي رايح يعني بعد ما كانوا 83 بس راح منهم 10 من الفات فظل 73 اوكي وهذا بالحقيقة بالحقيقة هذا في العن هدف من هدافي يعني هنا انا هدف انا اخدته من خطتي السنوية مقتنيات مثلا اشتري سيارة نيو لابتوب اوكي هاي ايضا ممكن تكون هدف اذا عندك انت مجالات اخرى اكتب اهدافها ما فيش اي مشكلة اوكي لكن ما تعمل يعني اوبر عشان تقدر تحقيقهم اوكي يعني تكون منطقي زي ما حكينا اوكي بامكانك وضع اي هدف يناسبك بس ثق بنفسك ولا تدع الماضي يؤثر فيك تمام لما تضع 30 ألف ما تحكي لنفسك اوه طب انا كيف بدي احفظهم اذا انا رات ب100 دولار كيف بدي احفظ 30 ألف اوكي حلو التفكير المنطقي لكن ممكن يكون عندك خطة ممكن فعلا تكون عندك مهارات وخطط انت مش يعني مستهين فيها فممكن تحقق لك فعلا هذا المبلغ اجلس وفكر واكتب لما تكتب الخطة تبعتك بتشوف نفسك هتقدر توصل او لا اوكي فعلا الموضوع فقط يحتاج منك انك تعمل هدف وتكتب خطة هاي الخطة فعلا توصلك الى ذلك الهدف الان الباقي كله عادات يومية ثقتك بنفسك الالتزام هاي الامور كلها اللي لازم تعود نفسك عليها لكن هو التحقيق الاهداف لا يحتاج منك الا انك تضع هدف مهم لالك زائد استراتيجية منطقية توصل بشكل منطقي الى ذلك الهدف في الوقت المحدد بس اوكي هرم الاهداف خلطنا الجولز وكتبناهم تمام الان نيجي للستراتيجي الخطة اللي هتوصلنا هناك الاستراتيجية اللي ممكن اذا مشينا فيها منطقيا على الورق اه نعم هنوصل وهذا اللي بدي اياه انا بس لانه الباقي بس اننا نلتزم فيما ما نكتوب بهاي الورقة وهنوصل اوكي الان كمثال بدي ان نكتب استراتيجية لهدف تحقيق 30 الف دولار في السنة اوكي ومثل ما حكينا هنا على اليمين انا هاي ما اعتبرها اهم خطوة صراحة انت هنا اه رح ترجم ما قمت بكتابته في الاهداف في رأس الهرم السابق رح تقوم بعمل خطة منطقية بالخطوات والتباريخ اه وفي اكتر من ورقة وحتفكر اه كثيرا بهالموضوع دايما اعتمد مسودات ما تكتب من اول مرة وخلاص هي هاي لا فكر كثير واكتب 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 لما تصل بشكل صحيح الى الاستراتيجية اللي انت هتمشي عليها بإذن الله تعالى طيب اول اشي تبدأ فيه اوكي مسكنا ورقة وقلم نكتب عناصر العمل او بمعنى اخر انت على ايش اعتمدت حتى وضعت الهدف يعني انت لما وضعت الهدف انا بدي احقق 30 الف دولار على ماذا اعتمدت يعني هل انه بالهواء كده ولا انت اعتمدت على اشي معين اوكي فكمثال هل عندك راتب في راتب طيب اوكي الراتب كم شهريا بيعطوك اوكي اذا في السنة كم راح يكون الراتب يعني وصلك سنويا اكتبه هل عندك مشروع صغير مشروع معين دكانة سوبر ماركت انت بتقوم بعمل فريلانس معين مع اوفلاين مع اصدقاء هل في عندك شيء يدر عليك دخلا مشروع صغير طيب هذا الدخل تقريبا كم بالشهر اذا كم بالسنة طيب هل بتشتغل على انترنت ام انت بتنوي انك تشتغل الانترنت هاي كلها الامور فعلا ستكون مهمة هل انت فعلا عندك صديق وعدك انه يعطيك المال او والدك ابوك حكى لك انا ممكن ادائنك شوية مال تبدأ فيه مشروعك اوكي اذا نعم كم اوكي فكر فكر اكتر اوكي فكر اكتر كيف انا ممكن او ما هي العناصر اللي انا اعتمدت عليها او ممكن اجيب منها فلوس حتى احقق الهدف المالي تبعي 30 الف دولار اذكر كل شيء تعرف انه يجلب لك دخل سنوي او انك تنوي القيام به حتى يجلب لك ذلك الدخل السنوي كل شيء ممكن تعرفه الا لو انت ما عندك الا الراتب وما عندك اي مهارات ولا اشي اذا الهدف غير منطقي ارجع لورا وحط هدف اخر اذا انت ما بدك تتعلم مهارات حتى تشتغل عليها ما بدك تعمل مشاريع ما بدك تصرف اوكي انت معاك معاك 1000 دولار ولا 2000 ولا 3000 دولار وبتحب تخليهم في البنك ما بدك تصرف منهم لا 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 ابعدني انا ما بدي اصرف انا بدي اجيب فلوس 30 الف من غير ما ادفع اذا ارجع لورا ارجع لورا وغير هدفك لانه هدفك غير منطقي لكلامك او لخطتك تمام اوكي طيب ثانيا بعد ما ذكرنا عناصر العمل منقرر اسلوب العمل يعني العناصر اللي انت ذكرتهم شو هتستخدم منهم وكيف هتستخدم حتى تحقق ذلك الهدف طيب انا ذكرت لدي راتب شهري اذا بحاول اخطط لهذا الموضوع طيب انا راتبي 500 دولار في الشهر اذا في السنة 6000 دولار طيب بدي احاول اصرف كل شهر 250 دولار واحفظ مثلهم اللي هم من المئتين وخمسين الباقيين كل شهر اذا لو حسبناها اذا بالسنة احفظ رح احفظ رح اعمل سيفنج من راتبي 3000 دولار حلو جدا الان يا هاني هل هذا منطقي نعم منطقي جدا انت فعلا اذا التزمت وهيني برد ارجع احكي اذا التزمت بهذه الخطة هذا الكلام انت حتح 3000 دولار اذا انت اعتبرت انه فعلا راتب 25 دولار فقط انت حتح 3000 دولار اذا ما التزمت هنا اذا هذه الخطة فاشلة اوكي انت عارف نفسك انك يعني ممكن تصرف اكتر 250 دولار اذا اكتب تخليك منطقي بالخطة اكتب لا انا والله هصرف 400 دولار بضلل لمية اذا هحفظ 1200 دولار منطقي جدا اوكي اما بما انك كتبت هنا التزم بما كتبته تمام طيب اتفقت مع والدي ورا يعطيني مبلغ 5000 دولار انا عارف انه في كثير جدا وانا منكم اللي ما كناش نعتمد على حدا يعطينا فلوس وما فيش حدا يعطينا فلوس اوكي مية بالمية لكن انا بحب اذكر النقاط اكتر علشان يعني افكارك تبعد اكتر وتفكر بشكل واسع من وين انا ممكن اجيب فلوس تمام ما عندك انتهاي اوكي احكي لنفسك انا ممكن اعمل مشروع داخلي انا ممكن اجيب بعض المنتجات بشكل بشكل رخيص وابيعها في المحلات بشكل اغلى شوي واربح شهريا مبلغ كذا تمام ففهمين علي يعني قم بوضع الاسليب العمل والعناصر العمل على حسب ما يهمك انت يعني حسب ما انت شايف انه فعلا بناسبك هذا الكلام تمام لكن هنا انا بحب اذكر نقاط كثيرة علشان بس افكاركم تصير اوسع طيب ثلاث بدي اشتغل على الانترنت بدي ابني مواقع وهي مواقع متخصة بسوق معين مواقع نيش واربح منها عن طريق الانترنت هاي عبارة عن خطة يعني لو انت ما بتعرف هيك اصلا هاي مالة بجازم تحكيها احكي الاشي اللي بتعرفه ممكن تحكي بدي ابني مواقع نيش واربح من الانترنت اوكي بس في الخطة الداخلية رح تتعلم في البداية تمام سأتعلم اني كيف ابني المواقع وكيف اربح منها بعدين ابني ثلاث مواقع مختلفة في السوق اربح من كل موقع 700 دولار في الشهر يعني من الثلاث مواقع في الشهر الواحد حربة 2100 وبالتالي في السنة 25200 هاي خطة منطقية جدا الان لو شهدت المجموع هنا 25200 وخمسة وثلاث اكتر من 30000 ليش يا هاني لانه بالتأكيد هذا المشروع رقم 3 سيحتاج الى مصاريف فلازم احسبها اذا انت حكيت لك ما بدك تصرف اذا ان ارجع لورا هذا هذا المشروع غلط ما تبدأ فيه تمام ما تبدأ فيه ابدا ما يعني حاليا وخدوها مني كلمة يعني اللي بده بزنس حقيقي ويجيب له فلوس من الانترنت ما بصير يحكي لي انا ما بدي ادفع انس الموضوع طيب الان بعد ما كتبت اسلوب العمل بدنا نبدأ نعمل الخطة الفعلية بالخطوات اوكي اللي هو الفعليا يعني انا هنا اوكي ذكرت شو راح اعمل اسلوب العمل الان لا بدي اذكر بالضبط كيف راح اعمل هذا اللي انا بتكلم عنه تمام نبدأ فيهم وحدة وحدة لكن انا هتكلم عن الانترنت اللي هو اللي بيهمنا هنا اوكي زي ما حكينا 25200 في السنة يعني 2100 في الشهر يعني 700 دولار في كل موقع طيب يعني ثلاث مواقع المختصة في سوق معين يعني مواقع راح تكون في سوق معين المتخصص راح اربح منها لاستخدام AdSense Amazon منتجات افليات مختلفة اه من يعني مواقع الشركات الافليات المختلفة وابيع منتجات خاصة طيب يا هان انت على اي اساس النقطة الثانية هاي تكلمت فيها زي هيك على اساس اني انا منجربها بعرفها عندي مواقع أربح منها بنفس هذا الأسلوب طيب أنت يا هاني بتعرف وجربت وزبطت معك أنا ما بعرف إذن اتعلم ما تحكي لحالة ما تضع لنفسك يعني سبب أنك تفشل ما بتعرف اتعلم ما بدك تتعلم إذن انسى هذا الهدف انسى هذا العنصر بناء المواقع عمل إشي ثاني بكل صراحة لازم تتعلم تعمل الخطة صح لا تقم بوضع خطة استراتيجي إلا إذا أنت عارف نفسك أنه حتعملها أنت حتلتزم بيها مثل ما حكينا بقصة الالتزام أنت لو ما بتعرف كيف تبني مواقع حتتعلم علشان تبني مواقع لأنك انت حطعتها حطيتها بالخطة خلص أنا ذكرت أدسنس وأمازون ومتجرات أفلياتوبي لأنه هاي مناسبين ما عن مواقع السوق المتخصص مواقع النيش هاي أولا وثاني لأنه أنا جربتها جربتها وعرف إنها بتنفع مثل ما راح أتكلم عنها الآن بالضبط يعني هاي ممكن تعتبرها أنت خطة لعمل مشروع إنت إليك نعم ممكن تعتبره خطة فعلا أوكي الآن مثلا أنا ما بعرف كيف أشتري الصدافة وبالتالي من ضمن الخطة هكتب سأتعلم كيف أشتري الصدافة دومين راح أتعلم وأدور على قالم مدفوع أشتريه راح أنزل وردي بريس راح أضع إعداداته راح أضع إضافات راح أضع أدوات صفحاته جوت هاي كلها راح أتعلمها أوكي أو طبعا من ضمن الخطة ممكن تكتب أو ممكن تحط إنه بدل ما أتعلم كل هاي الأمور وأتعب نفسي فيها ممكن أستفيد من عرض هاني حسين اللي في مدونتي حتى كل هذا أحطه مجانا في المدونة أوكي مثلا طيب سأضع أو أشتري محتوى حسب أنت بتعرف تكتب أوكي ضع محتوى ما بتعرف إذن اشتري إذن ادفع لحدا يعمل لك إياه تقريبا ثمان مقالات في الشهر وهي طبعا برضو عن تجربة مش يعني أنا ما حكيتها هيك يعني عن تجربة ثمان مقالات في الشهر يعني مقالتين في الأسبوع جيد جدا في الموقع رح أعمل سيو ممتاز لهذه الموقع المقالات رح أنشئ صفحة فيسبوك قناة يوتيوب لكل موقع أوكي في البداية عشان طبعا السيو ما رح يوصل نتائجه بسرعة رح يحتاج وقت وقت طويل كمان الأيام هاي رح أقوم بعمل عيات مدفوعة في الفيسبوك رح أبني قائمة بردية من داخل موقعي ومن صفحات هبوط خارجي هاي خطة هاي خطة فعلا أنا بعملها دائما لوضع يعني حتى لأني عملت مواقع كثير بهذا الأسلوب بطلت أحط الخطة صارت أعرش و أعمل لوحدي هاي خطة فعلا صحيحة الآن في كل موقع راح أحط كورس متخصص بنفس ذلك السوق هذا الكورس نعم أنا راح أعمله هو طبعا أنا بدفع لحد يعمله بس يعني المبدأ هو أحد أبيعه لا إلي الكورس أبيعه كتاب إلكتروني يكون 24 دولار مثلا 24 دولار يعني إذا أنا حققت 20 مبيعة في الشهر راح أصل على 480 دولار من كل موقع إذن الباقي حتى الوصول إلى 700 هو بس 220 دولار تمام بدأ حققهم من وين من AdSense و أمازون ومثلا بعض متجدات الأفليات اللي هي CBS Clickbank ClickShure أكثر من موقع زي هيك تمام إذن أنا بحتاج لعدد زوار شهري تقريبا 15 ألف زائر بالشهر يعني 500 واحد يوميا وهذا إشي سهل جدا لأنك توديه لموقع ترافيك يعني ترافيك بسيط ومع الاهتمام في الموقع أكثر بعد فترة بيصير الزوار هذول اللي وحدهم يجوا من جوجل بس وبالتالي الباقي فعلا سهل عليك تمام؟ إذن من خطتي أنا أربح برضو من AdSense و أمازون 120 دولار في الشهر يعني شيء سهل جدا أنك تربح 100 دولار من AdSense و أمازون ما بعض وأبيع أربع منتجات Affiliate بعمولة كل واحد 25 دولار إذن 100 دولار تمام؟ هاي خطة أنا وضعتها الآن الأرقام ممكن تتعدل عادي جدا يعني أنا لو جيت بالشهر وما بعت أربع منتجات بالعمولة بعت منتجين و AdSense و أمازون ربحت منهم 150 أو 170 بدل 120 إذن أنا بالسليم تمام؟ أوكي؟ لو ما وجدت منتجات بـ 25 دولار ملاش؟ أوكي أكثر أقل أوكي المهم المبدأ المهم الخطة تكون صحيحة تمام؟ فشايفين سهل جداً خطة جعلت الأمور فعلاً سهلة الآن بعد ما حطينا هاي الخطة اتطلع عليها في البداية كان عنا الرقم 25 ألف لو حكيت لك حاخر 25 ألف هتكون صعبة لكن لما صار الموضوع أنك تجلب 15 ألف زائر و 500 واحد يومياً فقط صار موضوع سهل لما صار الموضوع أنك تبيع 20 مبيعة بس من كتابك في الشهر 20 مبيعة في الشهر يعني 15 ألف واحد فات موقعك يشتري منهم 20 واحد صار موضوع سهل لما أحييلك من أدسس بدي أربح مئة دولار في الشهر الموضوع سهل جداً في سوق أجنبي سهل جداً لما أحييلك بدي في الشهر أبيع أربع منتجات بس موضوع سهل جداً شايفين الخطة شو بتعمل؟ بتخليك تعرف بالضبط الخطوات اللي حتعملها وتسهل عليك العملية تخيلوا معي هاي الأشياء البسيطة تبيع 20 مبيعة تجيب 15 ألف زائر تبيع أربع منتجات تخيل هاي الأرقام البسيطة جداً والتافيها تصل بك إلى 25 ألف دولار في السنة صح؟ هذا هو هدف الخطة ووضع الاستراتيجية إنه يسهل عليك العملية عشان تتقب نفسك أكتر تحكي لنفسك أنا بعرف أوصل لهذه الأشياء عادي جداً سهل جداً بالنسبة لي ولو بالسهل بتعلمها إيش يعني بتعلم أعمل موقع بتعلم أجيب الترفيك بتعلم أمعينات مدفوعة بتعلم أجيب منتجات وأحطها في موقعي إيش يعني؟ تمام؟ طيب خلصنا الاستراتيجي وكتبناها وطبعاً هاي الاستراتيجي تكتبها في كل أهدافك أنا هنا كتبتها فقط لهدف تخيق 30 ألف دولار لكن أنت بالنسبة لك هتكتبها برضو لما تحقق هدف تنزيل الوزن كمثال لازم تكتب برضو الخطة تبعتك اللي هتعملها وتلتزم فيها طبعاً ثالثاً وهو الآخر الهرم اللي هو الأساس تبع الهرم العادات اليومية شيء يعني لا غنى عنه أبداً في تحقق الأهداف أغلب النتائج السلبية اللي بتوصل للناس تكون بسبب هاي الخطوة تخيل معين هاي الخطوة هي التي تسبب بفشل تحقيق الهدف بسبب العادات الصغيرة هاي اليومية اللي احنا بنعملها الآن قبل كل شيء دائماً يجب أن تعدل عاداتك بما يناسب خطتك الكاملة وأنا حكيته هنا عدل يعني بدل مش ضيف عادات هاي غلطة الناس بعملوها إنه بيعمل هو عادات يومية عادية وبروهي هيكي لحاله حلو أنا بدي أصير من يوم وطالع عام الكزا طيب أوكي الكزا اللي هتعمله هتعمله في أي وقت وقت جديد فهنا الخطأ عند الناس إنه بيضعوا وقت جديد اللي هو أصلاً مش موجود عندهم عشان يعملوا عادة جديدة بينما المفروض إنه يعمل تبديل العادة الموجودة معه يبدلها بعادة جديدة علشان يلغيها يلغي القديمة لأن القديمة غلط أوكي القديمة غلط العادات القديمة هاي أنت بتعملها من زمان وبتحقق نفس النتائج سنوياً اللهم الاختلاف يمكن يكون إنك أنت بتكبر بالعمر فكيف بدك تستخدم نفس العادات هاي القديمة وتحقق نتائج أفضل مستقبلية لهدف جديد لإلك مش منطق مش منطق أبداً فلازم تبدل عاداتك وهذا الأمر مهم جداً جداً يعني فعلاً مهم في كتاب ياريت تقرؤوه اسمه الكايزن طريقة الكايزن الكتاب هذا بيشرح لك إنه كيف فعلاً عادات صغيرة جداً بسيطة يعني عادات عادات ممكن تعتبرها تافة إنت بس مع مرور الوقت بتحقق نتائج عظيمة أوكي منتائج روعة فالعادات هاي لو فعلاً تبدلها بشكل صح ممكن تجد نتيجة حلوة جداً العادات شيء قوي جداً تخيل لو تجعل العادات هاي كلها كل عاداتك اليومية لمصلحة هدفك تخيل معي تخيل معي لو أنت إلك هدف من الأهداف إنه تقرأ سنوياً في هذه السنة تقرأ 12 كتاب متخصص جداً في الديجيتال ماركتينج مثلاً 12 كتاب أجنبي من أشخاص محترفين متخصصين جداً في الديجيتال ماركتينج هذا هدفك تخيل لو من عادتك يومياً يومياً عادة مش مش إشي غصباً عنك من عادتك إنك تقرأ 20 صفحة يومياً تخيل تخيل هذه عادة عندك تخيل معي لو من عادتك إنك تكتب كل يوم مقالة كل يوم تكتب مقالة وتضعها في موقعك لو عندك موقع إلكتروني تخيل إنه من عادتك إنك تعمل 20 باكلينك صحيح يومياً تخيل كيف رح يأثر لنهاية السنة على السيو وعلى الزوار من جوجل تخيل معي لو إنك من عادتك إنك تكتب 20 صفحة في كتابك الإلكتروني كل يوم كل يوم إنت عندك من الساعة 2 إلى الساعة 3 ظهراً تكتب 20 صفحة يومياً في كتابك الإلكتروني القادم تخيل معي كم كتاب حتنشر بالسنة تخيل معي لو إنك تعمل 5 فيديوهات يومياً وترفعها للوتيوب كل يوم لمدة سنة تخيل كم فيديو سنكون بقناتك تخيل كم عدد الزوار اللي حيشوفوا فيديوهاتك تخيل كم أرباحك اللي حتيجي من لينكات الأفلييت من اليوتيوب بارتنر آدسنس من غيره تخيل معي لو أنت فعلاً تجعل عاداتك لمصلحة أهدافك لازم تبدل عاداتك حتى تمشي صح لازم تخليها فعلاً كلها لمصلحة أهدافك بالنسبة لي بعد ما حسيت أنه العمل أنا من زمان يعني زي ما بسموني ليلي بحب الشغل بالليل بحب الناس تنام هيك وبالليل أشتغل على راحتي لكن بعدين بعد ما جوزت والحمد لله جاني ولد وصار فيه يعني أشياء أسرية فالأمور عندي مختلفة صارت صار الليل عندي متعب يعني أجلس وأشتغل فيه أوكي بس ما أحس حالي في آخر اليوم أني لأ يعني حليت مشكلة كبيرة أو أو أني عملت تاسكات مهمة كثيرة بالعكس أغلب التاسكات كانت بسيطة وحنا نتكلم عنها بعد قليل أتمنى أنكم ما تغادروا وتشوفوا الفيديو للنهاية فيه أشياء مهمة جداً لسه فبعد ما هيك صرت أبدل عادتي بدل ما أصحى كل يوم على يعني كنت أنام بعد الفجر مثلاً فبدل ما أصحى عصالات الظهر لا صرت أصحى عصالات الفجر أصحى الصبح أصحى الساعة خمسة وأشتغل من الساعة خمسة الفجر وفعلاً أمور تحولت كلياً عشان تبديل هاي العادة العقل والدماغ الصبح بيكون مختلف كلياً عما هو في المساء فتخيل لو بدلت عادتك أنت بيناسب هدفك طبعاً بدل ما تصحى كل يوم وعلى طول أول إشي بتعمل وتروح تعمل فنجان جهوة وتشرب تخيل هاي الفترة تمشي فيها على الوقت ماشين عندك في البيت وامشي ربع ساعة كل يوم يومياً تخيل بعد سنة هاي العادة راح تفيدك كم لمدة سنة كاملة صح فلا تستهين أبداً بالعادات اليومية المسيطة هاي اللي انت بتحسها نتافة يعني إيش يعني أني أصحى أصحى الساعة واحدة مش مشكلة وين المشكلة لما أشرب قهوة ولما أصحى ماشي بس على مدة عشر سنين لأ مشكلة كبيرة على مدة فبينما ممكن تبدلها بشيء يفيدك جداً بهدفك أنت هدفك تنزل وزنك أول ما تصحى أركض أول ما تصحى ما توكل أكل أو تروح تعمل قهوة أو ترتاح من تكونت نايم أركض طيب لأن هاي الأمور كلها عشان تعملها صح وتكتبها صح وبدل ما تخربت نفسك وتصير تحط عادات مالهاج دعوة بهدافك لازم تكتب على ورق علشانيك أنا بالنسبة لي وهي طبعاً أنا بحكي لكم طريقتي في وضع الأهدافك أنا بعمل بعمل أربع أوراق خطة اسمها خطة شهرية بعدين خطة أسبوعية بعدين خطة يومية وبعدين to do list اللي هي كل يوم نعملها to do list أوكي الآن بالنسبة للخطة الشهرية واضح جداً نضعها أول السنة أول السنة مثل ما إحنا الآن خطتنا ما نبدأ فيها الشهر الأول الثاني الثالث الرابع إلى الشهر الثاني عشر شهر اثناش الآن كل شهر نكتم في الأمور اللي هنعملها إلى الشهر التالي والتالي والتالي حتى بشهر اثناش نوصل لتحقي الهدف أوكي الشهر الأول مثلا تعلم كيف أبني موقع متخصص تعلم كيف أصنع لوجو تعلم كيف أشتري خدمة من فايفر تعلم كيف مش عارف إيش تعلم كيف وهكذا لهاب إلى أخصائي تغذية وضع مرنامج غداء الصحي متكامل شراء استضافة عمل دومين نعمل موقع كاملا هذا كل الشهر الأول طبعاً أنت كيف بتعرف بناءً على الخطة اللي وضعتها سابقاً الاستراتيجية لازم الترجمها إلى هذه الخطة الشهرية الشهر الثاني عملت أنا موقع أوكي الشهر الثاني أبدأ بجلب الترافيك أبدأ بشراء المقالات أبدأ وهكذا تمام الخطة الأسبوعية توضع أول الشهر الأسبوع الأول الثاني الثالث الرابع تمام وطبعاً لازم تناسب الخطة الأسبوعية هي تناسب ما هو موجود الخطة الشهرية طبعاً أنت بت يعني بترجع بشكل عكسي علشان تزبط الأمور تمام فالشهر الأول أنا حكيتون لازم أروح على أخصائي تغذية حتى يضع لي برنامج غداء صحي إذن في الأسبوع الأول أبحث عن أخصائي تغذية يكون قريب منطقتي أحجز معه موعد أسجل في جيم شايفين هذا كله في الأسبوع الأول فأنا بترجم ما تم كتابته هنا وبخصصه أو بقوم بيجعله خطوات أكثر في الأسبوع الأول بعدين مشاهدة كورس إدارة وردرس هاني حسين زيارة البنوك حتى أجيب بطاقة إنترنت أطلب خدمة إنشاء مواقع وردرس من هاني حسين حتى يحمل لي كل إشي وهكذا تمام؟ هاي الخطة أنت تضعها طيب الخطة اليومية بسيطة جدا توضع أول الأسبوع كل أول أسبوع تضع يومية سبع أيام إذن اليوم الأول مشاهدة أول قسم من كورس إدارة وردرس اليوم الأول شراء أصداف ودومين اليوم الأول بحث عن سوق مربح اليوم الثاني عمل كذا كذا اليوم الثالث ذهاب إلى الجن من الساعة كذا للساعة كذا اليوم الرابع وهكذا بعدين آخر إشي الورقة الرابعة تو دو لست وهي الورقة نضعها بشكل يومي كل يوم لما نخلص الشغل تبعنا أوكي نكتب التو دو لست وهي تفاصيل دقيقة بالوقت المحدد حتى نعمل المهام اللي بتساعدنا نخلص الخطة اليومية تمام؟ لو أنا عارف أنه اليوم لازم أشاهد كورس إدارة وردرس وأشتري إصدافة وأشتري دومين وأبحث عن سوق وهذه الأمور كلها في اليوم الأول إذن تو دو لست تبعتي هتكون أول ما أصح الساعة كذا الساعة كذا أبدأ مشاهدة الكورس الساعة كذا أنتهي مشاهدة كورس قسم الإدارة وردرس الساعة كذا أقوم بشراء إصدافة ودومين على حسب بحثي عن السوق المربح وهكذا تو دو لست لازم تفصل بالوقت بالضبط أنا شو أعمل اليوم التالي وطبعا تركز فيها طبعا تمسك الورقة وإنسى كل إشي بالدنيا بالعمل إلا هذه النقاط الموجودة في الدوتو تو دو لست هذا الشيء ضروري جدا تو دو لست هي الأهم في كل هاي الخطة علشان ما تخلي بعض الأمور تروح على اليوم التالي واليوم البعدي ما بتصير معنا كثير ما تعمل أربعة نقاط وفي عندك نقطتين تحكي لي خلاص اليوم البعده بكملهم اليوم بعده بشتغل ساعة زيادة وبيكملهم غلط أنت أصلا ليش ما كملتم لأنك التهيت بإشي آخر لأنك جعلت ساعة على الفيسبوك تعمل شات مع الناس لأنك فت على الإيميل ونص ساعة وانت تبعت رسائل لأنك دخلت على اليوتيوب وساعتين وتتشاهد فيديوهات فغلط وعلشان هذا الموضوع نتطمن ونكون بالضبط مثل ما بدنا لازم نروح على هرم اسمه هرم التركيز هرم التركيز وصدقني هذا الهرم هو المسؤول عن عشر أضعاف النتائج مجرب مئة بالمئة هذا الهرم يحتوي على ثلاث مهام مهام أساسية مهام مهمة مهام تأخذ الوقت الآن المهام الأساسية كمثال هون لنفس الهدف تبعنا 30 ألف دولار هي المهام مهمة جدا طبعا ومسؤولة بشكل مباشر عن الأرباح يعني هي المهام اللي أنا شايف أنه لازم أعملها بإيدي عشانها مسؤولة بسرعة عن الأرباح مثل كمثال طبعا هذا بالنسبة لي يعني لقلي أنا ممكن لقليك ومختلف أعمل إعادة مدفوعة أنا عارف أنه هي إعادة مدفوعة أول ما أعمل الإعلان مباشرة الشخص ممكن يدخل قائمتي ويشتري الشخص ممكن يفوت على موقعي ويشتري فهم علي فأنا بعرف أنه عمل الإعادة المدفوعة مسؤولة بشكل مباشر عن أرباحي فبالتالي هي مهام أساسية لتراكينج تيستينج ضروري حتى أعرف الكونفيرجن تبعي التحويلات وهي الأمور كل هاي الأشياء أنا بعتبرها مسؤولة بشكل مباشر عن أرباحي بالنسبة لك ممكن لأ على حسب طريقة أنت أسلوبك الربحي لكن أنا بالنسبة لي نعم كتابة الإيميلات أنا بالنسبة لي القائمة البلدية يعني مصدر مهم جداً لأرباحي عندي فكتابة الإيميلات بتاخد مني المساحة الجيدة لأني عارف أنها مسؤولة عن أرباحي كتابة كورس مدفوعة لوضعه في المواقع فهذا برضو إشي مهم رح يكون لازم أعمله أو أهتم فيه ممكن أنا أخلي واحد تاني يعمله أدفع له بس أنا لازم هذا أهتم فيه لأنه عارف أنه مهمة أساسية مسؤولة عن الأرباح البحث دائماً على منتجات أفليات اتفاق و تواصل و مدونين آخر دعم تسويق منتجاتي عندهم أوكي اللي هو أو مثلاً ممكن أتكلم معهم بحيث يكونوا أفليات لألي بس خلي أو اذكر لي المنتج تبعي في قائمتك الباردية أو في موقعك أو في مدونة من المدونات أو حط البنر عندك انت حر أوكي فهي المهام الأساسية الآن المهام المهمة اللي هو القسم الثاني بهرم التركيز هي المهام مهمة طبعاً جداً لكن ما بتتدخل في الربح مباشرة يعني لازم نعملها مهمة جداً لكن بعيدة شوي تمام؟ بعيدة شوي عن الربح أوكي مثل وضع مقالات في موقعي موقع الأجنبي هاي وضع المقالات فيها ما بتربحني بشكل مباشر بس هي مسؤولة عن أنه تجيب لي زوار كتير مسؤولة عن الترافك اللي جاييني من جوجل مسؤولة عن أنه الناس تشوف فيه عند التحديد كبير مسؤولة عن ثقة أكتر أنه والله هذا الموقع دايماً بحط مقالات حلوة فهاي مسؤولة فعلاً عن هاي الأمور وهي تؤدي إلى الربح لكن مش بشكل مباشر وضع بوستات بالشكل دائم في صفحة الفيسبوك وتويتر وفيديوهات يوتيوب رفع الفيديوهات اليوتيوب وتصميم الصور بالإعلانات والمقالات كل هاي الأمور مهمة جداً لازم نعملها لكنها لا تدخل في الربح مباشرة الآن أنا لو بدي أعمل هاي المهام المهمة وبدي أعمل مهام الأساسية مش هيكون عندي وقت أعملهم وبالتالي عشان تركز أكتر أعملها أوتسورس أفضل هذا هو اللي أنا بعمله الأشياء اللي بحس إنها مهمة فعلاً لازم تنعمل بس أنا في عندي أشياء أهم بالنسبة لي أنا بالنسبة لي أهم بالنسبة لي أعمل أمور أخرى إذن أخلي واحد يعملها الآن أنت لو مبتدئ أو جديد أو ما بدك تعمل أوتسورس ما بدك تخلي حدا يتفعله فلوس يعمل لك إياها يعملها أنت لكن هتأخذ من وقتك أكتر هتأخذ من تركيزك أكتر هتأثر على المهام الأساسية تبعتك عشان هيك التو دو لست تبعتك لو رجعنا على التو دو لست هون ما بتنتهي لأنه في كتير منها الأشياء اللي بتأخذ الوقت أوكي؟ طيب الآن مهام تأخذ الوقت مهام تأخذ الوقت هي مهام برضو مهمة يعني مهام مهمة أيضاً بس مشكلتها بتأخذ وقت كبير جداً طبعاً أكيد هيأخذ من تركيزك مثل تنظيم الكالندر الخاصة بالتو دو لست مثل تنظيم الإيميلات وهي الأمور اللي أنا بعملها يعني أنا بتكلم معكم بالأشياء اللي أنا يعني بشوف أنها بتأخذ من وقت كثير عشان هيك عملت تنظيم إيميلات لما يوصلني 300-400 إيميل يومياً لو بدي فقط أقرأهم هيك أشوف يعني كل واحد عن إيش بتكلم بدي ساعتين فتنظيم الإيميلات بالنسبة لي مهم لكن مش أنا اللي بعمله أكيد مش أنا اللي بعمله تعديل الفيديوهات ووضع روابط الأفليات الفيديوهات لما بدي أعمل فيديو على اليوتيوب بدل ما أعمله بإيدي أعمله إديت وأعمله بإيدي وأرفع اليوتيوب لا بخلي واحد يعمله بسيط تمام ويضع لي رابط الأفليات التبعي وهذه الأمور كلها واحد من تيميندي يعمله ويرفع لي إياه البحث عن مواضيع حتى أكتب عنها في المقالات مقالات الأجنبية طبعاً موقعي العربي شيء مختلف يعني هانيحسين دوت كوم أنا لوحدي المسؤول عنه يعني لوحدي بعمل كل شي فيه لأنه بصراحة مهم بالنسبة لي اللي يكون مميز يعني مميز لإلكم البحث عن كل مادة للية هاي يعني أول أعتقد هاي أول مهمة عميتلها أوتسورس كل المهمات اللي شاهدينها هاي المهمة كانت توخد مني وقت كبير جداً إنه أبحث كمدالية صحيحة فدربت حدا هو صار يعملها كل بساطة يعني وفرت على نفسي وقت شهري ما يعلمه إلا الله بصراحة تسويق في مواقع أخرى مثل منتديات مواقع العسل والأجوبة وهذه الأمور كلها نعم أنا ما زلت أعمل هيك نعم الآن هاي المهام اللي هي المهام اللي تأخذ الوقت برضو اعملها أوتسورس رجاءً يعني رجاءً لازم تعملها أوتسورس عشان وقتك إمتى أنا عارف إنه تأخرت عليكم إن شاء الله يكون الفيديو فعلاً يعني زاد من أفكاركم وصار يعني تعرفوا أكتر كيف تعملوا هاي العملية أنا عارف إنه طولت وعارف إنه ممكن يكون في بعض الأمور اللي ذكرتها يعني أنتو بتعرفوها وموجودة سابقاً وقرأتوا عنها وسمعتوا عنها كثير لكن ما بصير أحط الفيديو ناقص لازم أتكلم عنها صح؟ فشكراً جداً لاهتمامكم ولأي شخص كمل معي نهاية الفيديو فعلاً بشكرك جداً على ثقتك فيه وأي سؤالنا تحت أمركم أتمنى تتحفوني بقراءكم بالتعليقات تحت وشكراً لكم جزيلاً